استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ومعه أعضاء المجلس فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد الجابر واستعرض الفريق السعودي نتائج زيارته إلى صنعاء والنقاشات حول الملفات المعلنة مثمنا حرص الحكومة على التخفيف من المعاناة الإنسانية في المناطق السيطرة الميليشيا الحوثي وذلك بصرف المرتبات وتوسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طريق تعز والمدنة الأخرى وشدد مجلس القيادة الرئاسية على دعم كامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية امتدادا للمبادرة السعودية للسلام باليمن المعلنة بمارس 2021 للميلاد لإنهاء المعاناة والتوصل إلى وقف إطلاق النار وحل سياسي شامل ومستدام باليمن ترجمة نانسي قنقر